السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة انا معاكم في هنحل كده مع بعض شوية مسائل بخصوص مسائل الدي انا. طبعا انا دلوقتي هابدأ معاكم في المسائل الموجودة في الدرس التاني بتاع الدي انا. واول كم حاجة عايزكم تعرفوها بس قبل ما نبدأ هي كم علومة كده. ايه هي ان العدد اللفات على شريط دي انا هي بتساوي عشر من يوكلة دا. يعني كل عشر من يوكلة دات على الشريط الواحد كمام كده الشريط الواحد عشر من يوكلة دات تحصل لف. اما عدد اللفات على جزء دي ايه او لو لب مشترك او لو لب قصد مزدوج يبقى عشرين نيوكلة دا. تاني حاجة ان نسبة السيمين اللي هو التي تساوي نسبة الادينين. تاني حاجة او رابع حاجة ان نسبة السيتوزين تساوي الجوانين. تمام كده? تمام. لو قلت سيب عدد اللفات. تمام كده? بقول له هنا. العدد اللي هو مدهولي. عدد اللي هو مدهولي. عدد اللي يوكلة دات على عشرة. دا لو كنت بحسنها للشريط. اما لو على الجزء هتبقى عشرين. تمام كده? تمام. بعد كده برضو من ضمن الحاجات اللي موجودة عندنا. لو جيه قل احسد نسبة. آآ ولياكم بقى سيمين ادينين سيتوزين بوانين اي امكان. بعمل ايه? بجيب. عددهم على الشريط عدد اي واحدة فيهم يعني سواء التي او الاي او السي. عدده في الشريط او الجزء على حسب. لو قل احسد في الشريط الواحد يبقى الشريط بس اللي فوق. قل الجزء يبقى ايه الشريطين? اللي هو اللي موجود والمكمل. تمام? كده في الشريط. مضروبة في مين? آآ او مش مضروبة في تنة بس. هنعمل تحت على عددهم على العدد الكل للقواعد. للقواعد الايه? النيترو جينية. ثم اضربهم في كام? في مية. يديني اللي انا عايزه. تمام كده? تمام. هنعرف ازاي الكلام دوت. خلينا بقى نبدأ نشوف كده مع بعض. اول سؤال في كتاب الامتحان. اللي هو فيه سؤال اختر. سؤال اختر رقم اثنين. بيقولك يحتوي شريط دي ان ايه? على مية وخمسين قاعدة نيتروجينية. فكام عدد النيوكلوتيدات? القواعد النيتروجينية برضو بالمناسبة القواعد النيتروجينية تساوي تساوي النيوكلوتيدات. تمام كده? فتبقى هي نفس الكلام بالضبط بتساوي ايه? اه على الشريط طبعا يبقى برضو ايه? مية وخمسين. نيجل بعد كده. بيقولك عينة تحتوي عينة دي ان اي تحتوي على اه اربعة تلاف نيوكلوتيدة. وبها رمعمية قاعدة جوانين. فان عدد قواعد الادنين تساوي كام? هنا بكل بساطة خلينا نبص. هو معاه اربعة تلاف نيوكلوتيدة. ربعة اربعمية منهم مين? جوانين. اللي هو الجي. يبقى الجي? بيساوي مين قلنا? بيساوي السي. واللي اتنين مع واحد بيساوي يعني كل واحد فيهم بيساوي رمعمية. يبقى هم اللي اتنين مع بعض بيساوي كام? بيساوي تمنمية نيوكلوتيدة. تمام كده? تمام. هو بقى عايز عدد قواعد الادنين. هقوله تمام الادنين بيساوي السي مين. تمام كده? ونقص التمنمية دول. هقوله تساوي التمنمية ناقص الاربع كلاف. هتديني تلات تلاف وامتين. ده المين? ده الكل الاتنين مع بعض. هقوله يبقى الادنين بيساوي التلات تلاف وامتين واقسمهم على الاتنين. لان الاتنين بيساوبع. هيدوني الف وستمين. بعد كده السؤال اللي بعده اللي هو رقم آآ تسعة. بص بقى انت معايش الكتاب عشان مش كلش واحد اجيبه وكده. بيقولك عين الدي ان ايه فيها ربعمائة نيوكلسيدة بيورينات. تمام كده? فان عدد نيوكلسيدات البريميدينات كام? النيوكلسيدات اللي هي البيورينات بتساوي البريميدينات. الاتنين ضي بعض بضبط. تمام كده? فتبقى برضو ايه? ربعمائة. مفاش اي مشكلة يعني. طيب. نيجي للسؤال رقم اربعتاشر. بيقولك ازا احتوى جزء دين ايه تقريبا? جزء تقريبا على حوالي ستتاشر في المية ادنين. يبقى الادنين بيساوي كام? ستتاشر واتنين من عشرة في المية. وجوانين بنسبة تلاتة وتلاتين واربعة من عشرة في المية. تكون نسبة السايمين الى السيتوزين كام? نسبة سايمين لسوسي. دي نسبة الايه? الادنين هي هي السايمين. وده السيتوزين. فتبقى النسبة عبارة على ستاشر لان هو بيقولك نسبة سايمين. يبقى السايمين هو اللي في الاول. اللي هو بيساوي الايه? الادنين. يبقى ستاشر واتنين من عشرة. الى تلاتة وتلاتين واربعة من عشرة. تمام كده? ده عبارة عن نسبة السايمين الى نسبة الايه السيتوزين. نيجي بعد كده السؤال رقم اتنين وعشرين. بيقولك عدد النيكلوتيدات لجزء دي ان ايه? بيتكون من لفتين كاملتين. الجزء ده بيتكون من كامل لفتين? حلو كده? احنا قلنا ان لفة اللفة الواحدة بتساوي عشر نيوك لتي دات. صح كده? طيب. اللفة الواحدة بتساوي كام? عشر نيوك لتي دات. حلو الكلام ده? حلو الكلام ده. يبقى اذا انا دلوقتي عندي جزء. الجزء ده من لفتين. يبقى كل جزء او كل شريط كل شريط بقى الشريط الواحد دي لفتين. يبقى كل شريط بكم? بعشرين دة. طيب يبقى انا عندي عشرين والشريط التاني اللي هو مرتفط به عشرين. يبقى كام هم؟ اربعين نيوك لتي دة. تمام كده? انا عندي شريطين. ادي شريطة اهو واضح شريط تاني. الشريط دة لفتين. اللفة عليه الواحدة بعشرة. يبقى اللفتين بكام عشرين. والشريد ده برضو ايه لفتين? يبقى عشرين. او يبقى اربعين نيوكلتين. تمام كده? تمام. بعد كده بيقولك لو كان السؤال اللي بعده تلاتة وعشرين. ازا كان عدد النيوكلت دات البيورينات في جزئ. دي ان ايه? بتساوه مية وتمانين. فان عدد لفات هذا الجزئ هو كام? طبعا بيقولك هنا عدد البيورينات في جزئ دي ان ايه? بتساوه مية وتمانين. حلو كده? طيب. فان عدد لفات الجزئ كام. البيورينات دي اللي هي النص. تمام كده? اللي هي الايه? النص. فيبقى البيورينات اللي هم مية وتمانين. مية وتمانين بيورينات بمية وتمانين ايه? نيوكلي تيدة. تمام كده? كل بيورين قدامه قدامه ايه? قدامه بيراميدين. يعني كل واحدة من البيورينات بترتبط بقعدة نيتروفين من البيوراميدين. صحي كده? فالمية وتمانين دول. كان لنا نقرأ السؤال تاني بيقولك عدد نفلدات في جزيء. ده في الجزيء اللي هما الاتنين مع بعض. الجزء يعني النحة دي والنحة دي مية وتمانين. تمام كده? طيب بيبقى المفروض هي دي كده تمثل عدد من يوكلسيبات عادي. اقسمها على آآ العشرة. هتديني في الاخر اللي هما عبارة عن ايه? تمنتاشر لفة. تمام كده? بعد كده بقى هنيجي لي السؤال اللي هو موجود في آآ نفس الصفحة مية خمسة وستين سؤال اربعة وعشرين. بيقولك عدد اني يوكلتي دات الموجودة على شريط دي اني اف كل لفة. تمام كده الموجودة على شريط. على شريط دي اني اف كل لفة طبعا خلاص عشر ليوكلتي دات دي مش محتاجة حاجة. طيب يجي لسؤال خمسة وعشرين. سؤال خمسة وعشرين. اللي هو في اختر دوك. بيقولك اني عندي دي اني ايه مكون من ست لفات. تمام كده? يبقى هو بتكون من كام? ست لفات. عايز يعرف كام? عايز يعرف كام عدد مجموعات الفوسفات اللي موجودة. حلو كده? الست لفات ده للاول. يبقى دا بيتكون من كام ليوكلتي دا? اضربها في عشرة. يبقى دا بيتكون من ست مية وستين. اه قصد من ستين. مية. ليوكلتي دا. اللي انا جبته ده انهي? ده على الشريط. على الشريط الواحد. طب يبقى على الجزء كام? يبقى اضربها في اتنين عشان يبقى جزء. يبقى مية وعشرين. ليوكلتي دا على الجزء. تمام كده? مية وعشرين على ايه? على الجزء. طيب. والمية وعشرين دي كل كل مجموعة فوسفات من كامورة. طب يطر بيتكون يبقى المية وعشرين بمية وعشرين مجموعة ايه? فوسفات. تمام كده? يبقى هم عبارة عن مية وعشرين مجموعة مصفات. بعد كده سؤال ستة وعشرين. عدد اللفات الموجودة في قطعة تمام كده? في قطعة مكونة او في قطعة من لولا بالمزدوج تحتوي على الف نيوكريتيدة. هو نقط. تمام كده? عدد اللفات ده الف. تمام كده? على لولا بالمزدوج. حل? هقسمها على العشرة. ده سؤال ستة وعشرين. هقسم الالف على عشرة. ده هتروح معديك هتدي ميت لفة. تمام كده? تمام. سبعة وعشرين يجي يقول لكم عدد ازواج القواعد. النيتروجينية في قطعة من دي ان ايه? كم عدد ازواج? عايز بالزوج. تمام كده? قواعد النيتروجينية في قطعة من دي ان فيها كم مية وخمسين لفة? هنا هو مديني. قطعة دي ان ايه? في مية وخمسين لفة. ايضا اعرف فيها كم قاعدة النيتروجينية. يبقى انا هجيب من المية وخمسين لفة دي عدد النيوكريتيدات. تمام كده? عن طريق ان انا اضربها في كم? في عشرين. ليه? لان ده جزيء. اللفة الواحدة على جزيء دي ان ايه? يعني عشراتين مع بعض بعشرين نيوكريتيدة. فيديني ده عبارة عن تلات تلاف نيوكريتيدة. تمام كده? تمن تلاف ايه? نيوكريتيدة. حلو? ولما اجا اقول بقى انا عندي زوج. زوج دي يعني اقسم التلات تلات تلاف دول عن ايه? على اتنين. عشان اقول ان انا عندي زوج. فاقول له ازا يبقى انا الشريط ده لو لابن مزدوج عندي ده بيتكون من الف وخمسمائة. نعرفش دي غلط? الف وخمسمائة ايه? آآ زوج. من النيوكريتيدة? وكل النيوكريتيدة بتساوي ايه? بتساوي قاعدة نيتروجينية. يبقى ازا الرقم هو عبارة عن الف وخمسمائة ايه? زوج. عرفنا جات من اين? وكده الحمد لله. نيجي بقى بعد كده لشوية المتائل اللي موجودة في الاخر وراء صفحة مية واحد وسبعين. صفحة مية واحد وسبعين. رقم ستة. رقم ستة ده بيقول له الجزء بيتكون من متين لفة. بيحتوى على ستمائة نيوكريتيدة جوانين. كم عدد نيوكريتيدات الجزيء? تمام? ده جزيء. صح كده يبقى انا هضرب المتين لفة في عشرين. هتطلع بكام? بالفين نيوكريتيدة. خلاص كده عرفنا عدد نيوكريتيدات الجزيء. طيب عايز عدد نيوكريتيدات السايمين. هو مديني الجوانين. مديني بيقول لي ان الجوانين بستمية. صح كده? طيب. بما ان الجوانين بيساوي السيتوزين. تمام كده? يبقى ازا ايه بقى هنا اللي يحصل? يبقى ازا انا هنا دلوقتي عندي كده بكل بساطة. دي كمان بستمية. حلو. يبقى الجوانين والسيتوزين مع بعض بالف وامتين. نيوكريتيدة. هترحم من الالفين نيوكريتيدة اللي نرجفتهم بطبع الجزيء يدوني كام? تمنمية نيوكريتيدة. تركز معي بس الله يرضى عليك وهتلاقي الدنيا معك تمام يعني. وانت برضو معلش ما تبدايقش مني والزمكاريو. لأ خليكي واحدة مع واحدة جاوب معي وهتلاقي الدنيا سهلة. تمام كده? ترحم الالف وامتين دول من الالفين اللي هم عندي الجزيء كله. يدوني تمنمية نيوكريتيدة. حلو كده. هو عايز مين? عايز السيمين اللي هو التي. واحنا مش اتفقنا ان السيمين اللي هو التي بيساوي الايه اللي هو الادمين? طيب. اللي اتنين مع بعض دلوقتي بيساوي كام? بيساوي تمنمية. انا عايز السيمين بس. او عايز الادمين بس. بقسم التمنمية على الاتنين تديني عدد مين? عدد قواعد السيمين اللي هي عبارة عن ربعمية. ربعمية نيوكريتيدة. حلو كده? حلو الكلام. خلص السؤال. سؤال سبعة بقى واخدوا بالكم. بيقولك عينة من الدي ان ايه? تحتوي على تلتمية زوج من الديوكريتيدات. هنا اخد بالك لما قالك عينة من الدي ان ايه با هنا ما يقصدش جزيء. هنا يقصد شريط. هنا يقصد ايه? شريط. حلو كده يقصد ايه? شريط. الشريط ده بيقولك على تلتمية زوج من القواعد. حلو كده فقام عدد اللفات. طالما قالك زوج ما تتعيبش نفسك. عايز عدد اللفات? قل له عدد اللفات هيساوي تلتمية زوج على العشرة. يبقى بكام? بتلاتين لفة. اجي بعد كده بيقولك لو كانت العينة دي فيها مية وستين قاعدة نيتروجينية من الادنيين. يعني بيقولك فيها ادنين عبارة عن مية وستين قاعدة. نيتروجينية ادنين. فكم يكون عدد الباقي? هقول له والله السايمين برضو هيبقى بيساوي مية وستين. يبقى الادنين والسايمين مع بعض بيساوي كان كده. السايمين والادنين هيساوي مع بعض اه متين تلات تلاف وايه? اه اه قصد سلتمية وعشرين ليو خلية كده. طيب وانا عندي دول سلتمية زوج صح? خلينا نضربهم في ايه? في ايه? في اتنين. يبقى انا كل اللي عندي سلتمية. مش دول زوج? واحنا اتفقنا فوق النزوف باقسم على الاتنين. انا هرجعهم تاني كنيوكلوتي داتي. وهما ستتمائة نيوكلوتيد. اناقص منهم التلتمائة وعشرين بتوقع الادنين والسيمين. هيدوني كام? ميتين وتمانين نيوكلوتيد. تمام كده? طيب. اقسمهم على الاتنين لان انا عايز اجيب الباقي. صح يا كده? او مش. ده هو عايز عددهم كمان كلهم الباقي بس. طيب عدد الباقي. يبقى العدد الباقي كام? هيبقى الميتين وتمانين دول. او خلينا نقوله هما كلهم ستمية. سيبك من كل ده. ده انا كده كنت اعجبلك كمان اقولك الجوانين كام والسيتوزين كام. لكن هنا هو كل اللي عايزه. مش انت جبت من الادنين بمية وستين. وعرفنا ان عدد من نيوكلوتيدات في الشريط كله ستمية. بس اطرح الستمية ناقص المية وستين. شوف هيطلقوا معك كام اللي هما تقريبا. ااااا مية يبقى تلتمية وعشرين. تمام كده? ولا كام? لا رمع مية. رمع مية وعشرين نأكل كده. ده يعج كده عدد باقي القواعد. أصيبك من كل ده. ده انا كده كنت عجب لك ايه الباقي? حلوة كده? حلوة كده. تعالى بقى بعد كده يا فيبي ندخل على صفحة مية اتنين وسبعين وفيها اول سؤال بيقول لك الجزء من الدي ان ايه? جزء يبقى ده شريتين. شريت مزدوك. لو لا. بيحتوي على ايه? بيقول لك هنا بيحتوي على واحد وعشرين. طبعا ده سؤال ايه? تمانية. حلوة. بيحتوي على ايه? مية وعشرين الف. زوج من القواعد. تمام كده? عايز عدد النيوكلتيدات الموجودة في الجزء. عدد النيوكلتيدات اضرب في اتنين. يدينا عدد النيوكلتيدات اللي هي هتبقى ربعمية وعشرين الف. نيوكلتيدة. تمام كده? نيوكل ايه? نيوكلتيدة. حلوة كده? حلوة ثم مع عدد اللفات. اللفات اما اقسم ده على عشرة او اقسم ده. تمام كده? اما قصد اقسم ده على عشرين لان ده كده انا جابها على المفرد. فانا عايزها للزوج. ايبا اقسم ده على ايه? على عشرين. بص انا لما اجا اتعامل مع جزء دي ايه? لو اداني عدد اللفات بالزوج اقسم على عشرة. ليه اقسم على عشرة? لان هو هنا من الدهالي تعتبر على جزء ايه? على شريط واحد. تمام كده? فانا باقسم على العشرة. اما لو جد دهالي ده مش ازواج ولا حاجة اقسم على العشرين. ده في الجزء. حلوة كده? بس. انا هاخد الالفين ومية. الالفين قضي المتين الف وعشرة. وهقسم هم على العشرة زي ما قلت لانهم بالزوج. هيدوني كام? ده يروح مع ده. هيدوني اه تلات صفار لما واحد وعشرين الف لفة. حلو كده? واحد وعشرين ايه? الف لفة. طيب يقولك ماذا يحدث اذا تلفت قاعدة واحدة بهذا الجزء. لو تلفت قاعدة واحدة هتروح لها انزيمات الرب وتبدأ تعود ان يفرسيها التلفة دي من يفرسيها اخرى تتكامل مع الايه? مع الشريط. تمام كده? تمام. نيجي بقى يا عمي البعض كده المسألة رقم تسعة. المسألة رقم تسعة دي اللي بيقولك ازا كان ترتيب الفواعد النيتروجيني في احد الشريط وميدي لك ترتيب. الترتيب ده بالشكل ده. خمسة. بعد كده جي سي تي اي تي سي اي جي وهنا ايه? تلاتة. حلو كده? فكتب الشريط اللي هتكامل معاه. الشريط اللي هتكامل معاه بقى هيبقى تلاتة. وبعد كده الجي بيتكامل معاه السي. وبعد كده السي مع الجي والتي مع الاي والاي مع التي والتي مع الاي والسي مع الجي والاي معك التي والجي معك السي وفي الاخر هنا خمسة. ده الشريط اللي بتكامل معاه كتبناه. ايه تاني? بعد كده بيقولك ما الدليل? او لا هنا بس هو عايز الشريط اللي بتكون معاه. طيب نيجي بعد كده المسألة عشرة. عشرة بقى هنا بيقولك ايه? اه اكتب التتابع ومديك الشريط ده. بيقولك خمسة. سي اي جي جي تي اي سي تي جي. وفي الاخر تلاتة. الشريط اللي بيتكامل معاه كان? الشريط اللي بيتكامل معاه? هقوله والله هنا تلاتة. بعكس. تلاتة. والسي بيتكامل مع الجي والاي بيتكامل مع التي والجي مع السي والجي مع السي والتي مع الاي والاي مع التي والسي مع الجي والتي هنا مع الاي والجي مع السي وفي الاخر هنا خمسة. طيب يجي لك ما الدليل او الادلة اللي انت استمتت عليها في تحديد التتابع القواعد اللي انت ذكرته ده. هقوله والله التتابع هو ان كل شريط تمام كده يتكامل مع الاخر عن طريق ان القواعد النيتروجينية الايه اللي هي الادنين تساوي القواعد النيتروجينية السيتوزين الصيمين وتتكامل معاها. وبنفس الطريقة السيتوزين والجوانين يتكامل مع بعض. حلوة كده حلوة كده. نيجي بعد كده الاخر سؤال عندنا وهو السؤال حداشر. السؤال حداشر ده بقى ايه حكايته? حكايته بسيطة. نديك شريط وعاد التتابعة اللي بتتكامل معاه. نكتب التتابعة. تلاتة. اي. سي. جي. اي. جي. اي. جي. تي. سي. اي. خلينا معلش نكتبه تحت بس عشان مش هتكفي. بعد الاي دوك. المفروض. تي. سي. اي. جي. اي. تي. سي. وفي الاخر هنا. ايه عبارة عن الخانسة. تمام كده? معلش انتم ما تكتموش كده خلص في الانتحان. انا بس ده عشان معاكم لكن انتم ما تكملو ايه صرف واحد. وده برضه عشان قلم في الامتصر تخين فاخرق شوية. اه معلش بس عشان الكحة. اه المهم خلينا بقى في موضوعنا. يبقى الشريط اللي هي تكامل معايا هو عبارة عن خمسة. والاي يتكامل معاها التي. يتكامل معاها الجي. مع السي. بعد كده سي. تي. سي. اي. جي. تي. تي. سي. اي. جي. تي. واللي تحت ده سي. بعد كده الاي معايا تي. بعد كده. الاي. بعد كده. التي بعد كده سي ده معايا الجي. في الاخر هنا تلاتة. تمام كده? خلاص كتاب نتتابع. بعد كده بيقول لك ايه? نسبة الاديمين في اللولاب المزدود. عايز الاديمين نسبته قد ايه في اللولاب المزدود? في اللولاب المزدود. انا قلت عشان اجيب النسبة. اعمل ايه? اجيب عدد القواعد كلها تحت. دي اول حاجة. ابص على عدد القواعد كام. في الايه? هو في اللولاب المزدود. يعني الاتنين مع بعض. طيب هعد كده هلاقي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر تباتاشر ربعتاشر. خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر. دول تمنتاشر على الشريط الواحد. يبقى اللولاب المزدود كله كام? تمنتاشر في اتنين. حلو كده? تمنتاشر في اتنين عشان اللولاب المزدود. طيب فوق هنا عايز مين? الادنين. يبقى انا اشوف عدد الاديمين قد ايه في اللولة بنوزدوج لو ما اشرتين مع بعض. اجا بص كده اعد في كل شريط واحد مروحش رايح جاي عالشرتين. اعد بكل شريط واشوف في كام. الاول هلاقي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. يبقى الاول في كام فيه ستة. حلو كده الاول فيه ستة. طيب اجا بص على التاني. هلاقي ان التاني في واحد اتنين. حلو كده تلاتة. واحد اهو. اتنين. تلاتة. يبقى كده كله. وبرعا تسعة. حطوهم فوق. ده عدد مين? عدد الحاج اللي انا عايزها. اللي انا عايز اجيب نسبتها. واضربهم في مية. هيطلع لتقريبا تسعة على الاتنين والتلاتين. تقريبا يطلع بخمسة وعشرين في المية. آآ عفوا. آآ بعد كده عندنا. نسبة الصيمين في الشريط الدي ان ايه المكمل? عايز الصيمين بقى اللي هو في الشريط المكمل. حلو كده? طيب نعدي بقى الصيمين مع بعض. في الشريط المكمل. طب الشريط المكمل ده بقى هو عايز ايه? شريط واحد. يبقى عدد ان الكلات الكلية كان? تمنتاشر. احطها في المقاب. واروح اعد. اه ده هو ده صيمين. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. بعد كده هو. ستة. وطبعا برضو احنا لما جينا نعد الادينين. هي الادينين اللي في الشريط الاول بيساوي نفس السيمين اللي ايه? اللي في المكمل. صح ولا انتو كنتوا مني? لأ صح مش تيهين انتو. طيب. بعد كده يبقى هحط هنا ايه? ستة. واضرب فيه. آآ المية. واشوف انتطلع معايا بكام? مش فاكد تقريبا تطلع بحاجة وآآ ايه من حاجة وستين ولا كام? نعم ما تطلع هنا بحاجة في المية. يؤدي نسبة الايه? السيمين. تمام كده? بس. وكده خلصت معانا المسائل. آآ اتمنى تكون استفدت بقى منها. وان شاء الله على ان نلتقي في جزء جديد ان شاء الله في الدروس الجاية برضو. آآ نشوف برضو شوية مسائل تاني وننقشها مع بعض كده. واتمنى تطلع باكبر استفادة. لو استفدت من تنساش الشير واللايك الجميل بتوعك. وتقول لصحابك بقى يجوا يشوفونا. وتعمل بقى ايه مشاركة ويتتابعنا كده. وان شاء الله هتلاقي كل جديد. هشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. آآ ان كان في العمر بقية. آآ آآ واستودعكم الله. آآ آآ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ آآ